اشتركوا في القناة يدخل السلوق في الجحر ويستعين بحاسة الشم ليتأكد من وجود الارنب في مكمنها وهو زرب صغير غير بعيد حفرته الارنب تحت الاشجار الكبيرة لقد كفيت الراح عناء المطاردة واستخمر نشاطه وحماسه في الحفر السلوقي السلوقي يعانوا بهذه الكلاب في صيد الارنب والتي توفر لهم جانبا من الصيد في هذه الصحراء الخالية يبدو ان الفرصة قد سنحت لطراح لاستعراض مواهبه في المطاردة تخرج الارنب من مكمنها عند احساسها بالحركة من حولها يبتأ السلوق مطاردتها واشغالها ومن ثم يطلق الصياد السقر في اثر الكلب على الارنب ليفسح المجال للسقر بهجومه الجوي وانقضاضه السريع فيما الارنب منشغلة بالمطاردة وتحاول الافلات من الكلب في ملاحقته الارضية ولا تعلم بان الموت قادم اليها من السباة يمارس سكان هذه الصحراء الصيد بشكل رشيد فصيدهم لا يتعدى حدود الحاجة ولا يمارس الا في اوقات الفراغ فقط فهم اكثر الناس ارتباطا بهذه الارض واكثرهم حرصا على الحفاظ على فطرتها لكن الخطر الحقيقي يكمن في اختراق بعض حملات الصيد لاطراف هذه الصحراء فالبعض منهم يسرف بشكل جائر في صيد الارانب على الرغم من ان الصيد مجرم في صحراء الربع الخالي بطول امتداد بحر الرمال بين المملكة العربية السعودية والامارات وسلطنة عمان ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد كما لا تنسى مشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة زيارتك على الموقع تسرنا فلا تتردد شاركنا بنصائحك افكارك وانتقاداتك كما يمكنك الاتصال بنا عبر البريد الالكتروني